زمينا خالد رزق قربنا اكتر من المشهد قبل اللقاء النهاردة خالد مساء الخير وقلنا كده اخر الاخبار الخاصة باللقاء قد يكون تحصيل حاصل بالنسبة للفرقتين لكن اكيد فيه دوايا فع فيه حكايات جديدة ممكن نشوفها النهاردة فيه لعبين جداد ممكن يظهروا على الارض المنعب فقربنا اكتر من المشهد تحياتي لك زميل عزيز كريم خطاب وتحياتي لكل مشاهديك هنا تونتايم سبورتز في كل مكان زي ما انت ذكرت يا كريم يعني يمكن مباراة تحصيل حاصل لكل الفرقين يمكن الهابطين خلاص تم تحددهم والمراكز الاولى تم تحددها بالتأكيد ولكن المباراة النهاردة يمكن مصر المقاصة بتاخدها بمعنويات مختلفة بعد الهزيمة في المباراة السابقة فيه دافع جديد للعبين مصر المقاصة اكيد اللعبين كلهم عايزين يثبتوا نفسهم بصورة جيدة جدا وايضا فريق مصر المقاصة باسعى انه يقدم مباراة كبيرة امام فريق بيرامدز اللي يمكن هتكون فيها سخونية كبيرة جدا في مباراة اليوم لو كلمنا عن كاتل عبد الجليل وكان حديثه مع اللعبين قبل المباراة اتكلم معهم على اهمية اقتناص ثلاث نقاط وحتى لو مش هيقدم جديد في الجدول الترتيب الدوري المتازق المصري بصورة كبيرة ولكن مصر المقاصة لازم يلعب باسمه بالتأكيد اللي كان في وقت ما متواجد بصورة جيدة جدا في الترتيب لو كلمنا عن تشكيل فريق مصر المقاصة لمباراة اليوم يعني في حراسة المرمى محمود حمدي الاثنين مساكين اسامة العزب واشبيطة الاطراف هشام حافظ واحمد متعب خط النص سعيد الوينش ومحمد كمال واشميل سبيكلي وفي الامام هيكون زياد اشرف وصلاح حشور اطراف وفي الهجوم باسم مرسين لو كلمنا ايضا عن غيابات فريق مصر المقاصة لمباراة اليوم وهنا غياب لمحمد سوئي واحمد عادل ميسي واحمد صبيحة يمكن ايضا على الجانب الاخر فريق بيرامدز اللي يعني بعد المباراة الاخيرة لي واكيد تركيز كبير جدا يمكن لعبين بيرامدز فورة وصلهم لاستاذ المقارونة العرب كانوا متواجدين في الملعب وكان في تجوال داخل الملعب بيشوفوا انجيلة ملعب المقارونة العرب وكانوا متواجدين لمدة طقائق في الملعب وكان لها حديث مع بعض اللاعبين وكلمت معهم عن خلاص يعني بعد ما هم وصلوا للبطول الافريقية بالتأكيد هيكون تفكيرهم ازاي وهل هتكون مباراة اليوم سهلة او صعبة يتكلم معايف ان هم لازم يكسبوا يمكن مجلس الادارة تكلم معهم والجهاز الفني تكلم معهم ان هم ما ينفعش ضياء نقاط في هذه المباراة وايضا مباراة اليوم هتشهد عودة واحد من نجوم فريق نادي بيرامدز رمضان صبح اللي يمكن بعد عودته من تقوي لم يشارك فيه اي مباراة والنهاردة تكون او المباراة يعود فيها مرة اخرى لو كلمنا عن تشكيل بيرامدز اللي مواجهت مصر مكاسة اليوم في حراسة المرمى المهدي سليمان امامه اتنين مساكين هيكون اسامة جلال وعلي جابر الاطراف احمد فاتح يمين ومحمد حمد هيكون في الشمال نصر ملعب دونجا وعبدالله السعيد ومحمود صابر اطراف هيكون اسلام عيسى وارك تراوري وفي الهجوم هيكون ابراهيم عادل لو كلمنا ايضا عن غيابات فريق بيرامدز اللي مواجهت مصر مكاسة اليوم هناك غياب لمكابت محمود وادي واحد من مهاجم الفريق وبالتأكيد بسبب الاصابة وايضا غياب لأحمد الشناوي حارس المرمى وايضا شريف اكرامي حارس مرمى فريق بيرامدز وايضا غياب لمحمد فاروق يعني اكيد استعدادات مهمة لها دي المباراة بالرغم من يعني مافيش طموحات كبيرة لكلا الفريقين في مباراة اليوم ولكن الوجوه النهاردة واللعبين النهاردة عليهم تركيز كبير جدا ووضح عليهم ان هم داخلين المباراة كل واحد فيهم عايز يفوز بيئة المباراة واقتنس ثلاث نقاط زميل عزيز كريم خطاب ديكت اجوانا وكوالسنا من داخل السيد المكرون العرب الان نعود لك مرة اخرى تفضل